السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? النهاردة هنعمل مع بعض كيكة النايتي. عالفين النايتي بتاع زمان. نعمل اولادنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. كوبات دي واحدة بس. ممكن نعمل حوالي تمن قطع آآ من النايتي. وطبعا حجمه كبير كده ويملى العين. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. حط له لايك لو عجبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعملو في الخلاط ان شاء الله عشان اللي ما عندوش مدرب. حطيت اتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة. حطيت عليهم على صغيرة من الخل. وحطيت اتنين ظرفة من الفانيليا. تمام كده. اهم حاجة لازم البيت يكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيت نص كوباية من الحليب. حطيت كمان ربع كوباية من الزيت النباتي. وده نص كوباية من السكر. بعد كده هضرب المكونات كويس جدا في الخلاط. وبعد كده هنشوف المهود الجفة مع بعض. كده ضربتهم كويس جدا. وبعد كده فضيتهم في البولة اللي هقلب فيها المكونات مع بعض. وبعد كده معي هنا كوباية من دي. كوباية واحدة بس من الدقيق. لازم انخلها كويس جدا جدا. سواء معجنة. سواء كيكات. لازم دي يتنخل كويس جدا. عشان اتأكد ان ما فيوش اي حاجة. ده من ناحية ومن ناحية تانية عشان ادخل الهواء. سواء في الكيكة او في العجينة اللي بعملها. هنخلها كويس جدا. وطبعا ما نخل بتاعي كان ضايع يعني فاعذروني. فان خلتها بالمصفة بالشكل ده. بعد كده حطيت زي ما انتو شايفين دي قد ايه حوالي معلقاء الا ربع كبيرة من البيكنج بودر. تمام كده معلقاء الا ربع. وكمان هحط معلقتين كبار من الحليب البودرة. وده اختياري بس هو بيدي نتيجة حلوة جدا. وبيدي ريحة حلوة اوي للكيك. خصوصا كيكة النايتي دي احنا عاودينها اطارية. اه وريحتها كده تدينا نايتي كده عارفين. ريحة النايتي كده وطعم حلو قوي. هلب بقى كل المواد الجافة كده مع بعض. طبعا زلت ملح بسيطة. فاي حلويات اه مهمة جدا. عشان تعدل معنا كده التست بتاع الطعم. هلبهم بقى كويس كده بالمضرب وبعد كده بالمعلقة العادية لسباتيولة. زي ما انتم شايفين القوام بتاع الكيك ده بيبقى خفيف كده. احنا عاوزين القوام خفيفة عشان يدينك كيكة آآ طارية كده وخفيفة. اهم حاجة قلبه كويس جدا في اتجاه واحد ما ينفعش الكيك يتقلب في كده اتجاه لازم يتقلب في اتجاه واحد عشان آآ آآ ما يعني دخل الهوى فيه وكمان عشان الكيك آآ ما يهبطش منك بعد كده مجهزة الصونية بتاعتي ودهناها بالزيد وحاط فيها ورقة زبدة ودهنت الورقة الزبدة كويس جدا في الزيد. وبعد كده نزلت فيه الخليص زي ما انتم شايفين كده الكوام بتاعه خفيف خالص واهم حاجة ان انا وزعه كويس جدا في الصونية بالشكل ده. لازم نوزعه كويس جدا عشان يطلع آآ آآ السمك بتاعه متساوي من الجناب ومن آآ من انتصف ومن الاطراف. هوزعه بالشكل ده والصونية دي مقاس آآ هي اكبر صونية في الطاقم. انا مش فاكرة مقاسها بصراحة. هي اكبر صونية في الطاقم اللي هو بيبقوا تلاتة مع بعض دي اكبر مقاس فيهم. تمام كده كل ما صونية تكون كبيرة كل ما تديكي كيك قوامه ارفع. طبعا كنت مساخنة الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. ودخلت الكيك في الرف اللي في النص لحد ما اخد لون دهبي من تحت. وشغلت له الشوادئة واحدة بالزبط ياخد لون دهبي خفيف من فوق. تمام كده. وبعد كده سبتها تهدى وتبرد شوية وبعدين شلت ورقة الزبدة بالشكل ده. وفي الوصفة دي ضروري يكون في ورقة زبدة عشان الكيك بتاعنا خفيف جدا. فآآ ممكن يلزأ وينتف لو حطناه في الصونية على طول. بعد ما بردت معي بدأت تقسمها بالشكل ده كده بالطول. طبعا هم كانوا اربعة مش تلاتة بس انتوا عارفين بقى الجزء الرابع ده راح فين. والذي طبعا خدوه من قبل ما مبدأ زينه. معي هنا بقى هي هو الكيك النايتي بيداين بمربة فراولة. فانا جبت مربة فراولة هي ما كانتش بيوري كده. وحطتها في الكابة معاها معلقة واحدة بس من الميا يعني حوالي نص كبية من المربة معاها معلقة آآ من الميا العادية. وده ربطهم كويس جدا في الكابة لحد مقام بتاعهم بقى سوس فراولة بالشكل الجامل ده. يعني اسهل سوس فراولة ممكن تعملوه. بعد كده بدأت احط الطبقات كده ممكن تعملوه طبقتين او تلاتة. تمام كده? انا عملت تلات طبقات بما ان الطبق الرابعة بقى اتخذت فعملت تلات طبقات بالشكل ده كده. بس انا كنت عاوز اعمله طبقتين بصراحة عشان بقى ايه اسهل في الاكل. بين كل طبقة او التانية بحط آآ سوس الفراولة كده. ممكن تحطوا كمان آآ مربة مش مش. ممكن كمان تحطوا آآ سوس شوكولاتة او كريمة اللي هي كريم شانتيه. اي حاجة تحبوها. ويراسيت الطبقات كده التلاتة فوق بعد بالشكل ده كده. وجبت السكينة اللي هي الترانش اللي هي بتبقى مشرشرة دي. ويبدأت آآ اقطع بها زيادة بالشكل ده كده. عشان يبقوا متسويين معي. ويبنينين اقطع كده اي كيك بننزل مرة واحدة زي ما انتم شفتوا كده. باش بننزل واحدة واحدة بننزل مرة واحدة عشان يلطع متساوي معي. بعد كده زي انت الوش آآ بشوكولاتة سايحة زي ما انتم شايفين زيك زيك كده. ايز اقول لكم طعموا حلوة اوي اوي كربوه وعملوه للولادة الصغيرة هيجبهم جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.